الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحاب أجمعين حياكم الله إخوانا الكرام النهاردة بإذن الله تعالى هتكلم عن مسألة بسيطة ولكنها عميقة محتاجة فعلا إنسان يتقلى من جميع الضغوط اللي حوله ويفكر فيها بعقله محتاجة إن إحنا كلنا نفكر فيها وكلامي مخصوص للملحدين لأن الملحد بيقولك أنا بفكر بالعقل وبيظن إن إحنا أغبياء والعياذ بالله الموضوع بكل بساطة الفرق ما بين الاختراع والاكتشاف إيه الفرق ما بين الاختراع والاكتشاف الإختراع إن أنا أخترع شيء من البداية وممكن حد يكمل علي ويطور الإختراع دوت الألم ده مخترع الموبايل ده مخترع الكاميرا دي مخترع الإضاءة مخترع يبقى إذن لابد أن يكون لهذه الأشياء مخترع منشئ طيب أشياء دي عظيمة نعم عظيمة وينفع أنا أجي أقولك لأ دا لهاش مخترع إحنا لقناها كده هتقولني أنت بتضحك على العقل أنت بتاكل بعقل حلاوة يستحيل أصدقك طيب القوانين دي كلها اللي موجودة في الطبيعة مكتشفة قوانين الفيزياء الكيمياء الدين إيه دا قانون القوانين دي كلها قانون السماء قانون الأرض قانون الشمس قانون القمر المدارات كل الحاجات دي كلها بتمشي بقوانين أيها بتمشي بقوانين وكلنا متأكدين من ده وكلنا نعرف ده ولكن من هو منشئ تلك القوانين وده السؤال اللي بسأله للملاحدة من الذي أنشأ تلك القوانين الدستير انت جوى نفسك قوانين بتتحكم في الخلايا في نسبة الدماء قوانين داخل الموبايل دا قانون لازم الدنيا تمشي بقانون حتى الدستير الوضعية ده قانون ولابد له من واضع فازاي عقلك سمح ليك ان انت تقبل ان ده مخترع وتكذب اللي بيقول لا ده مش مخترع وفي نفس الوقت قوانين أهم من الاختراع ده ومش عايز تصدق ومش عايز تصدق انها ليها منشئ احنا كمسلمين بنقول ليها رب انشأها خلقها لان ما ينفعش ان انت تحاول تستغباني وتضحك على العقلي وتقول لي ده أصل البداية كانت خلية الخلية بلا عقل وبلا إدراك وبلا فكر وبلا تنفيذ ما ينفعش تضحك علي وتقول لي الطبيعة وبعد كده تم التطوير التطوير ده يحتاج لفكر وعقل وإدراك فالمسألة عندنا احنا كمسلمين محسومة لينا رب لكن السؤال انا بوجهه لك انت اجلس مع نفسك انت لان انت اللي هتحاسب هل ينفع يستوعب عقلك ان كل القوانين دي قوانين الفيزياء دية والكمياء والقوانين اللي تتحكم في الطبيعة دي كلها تكون بلا صانع وبلا منشئ أحتاج إجابة وإجابة واضحة مش لفه دوران وتدخل في مسألة المسلمين ومش المسلمين والجهاد وانتو عندوك القتل سيبك الكلام دي الكلام ده خلاص عف علي الزمن لكن انا بسألكك يا ملحدين هل ينفع قانون بلا واضع قانون بلا منشئ قانون بلا صانع فمن هو الصانع الحقيقي عندكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته